اشتركوا في القناة في تصريحاته في كتاباته في سوالفه في مقابلاته حق تلفزيون الولية الفقيه الحبيب هناك يدعو ويحرّف على القيام بمسيرات غير مرخصة يقول لهم ما عليكم من النظام وما عليكم من الناس وما عليكم من الداخلية ولا تخدمون وطلعوا على كيفكم يعني يسقط القانون ويتعدى على الدستور أبي أسأل كل الناس عربا وأجانب من هو المسموح له بتعدي القانون في أي بلد من البلدان وإسقاط الدستور ويسوي على كيفه وين ذي صارت في أي بلد خذلي من أمريكا إلى آخر قرية في أصغر قارة أو في أصغر بلد أفريقي بحد ما في نظام قائم إلا بعدشان في الصومالة الحين عقب ما تمزقت وسوى فيها المستعمر ما سوى يمكن ما فيها قانون تبين أن تصير مثل الصومال يا شيء هذي شيء ثاني عشان يدش ذاك البواخرة الحرس الثوري بارز هذي شيء ثاني هناك قانون وهناك أنظمة عجبتك ما عجبتك هاي شيء ثاني لكن القانون قانون والنظام نظام ومحد قال لك لا قالوا لك قدم اختار توقف تقول طلعوا بدون اختار بدون قانون بدون دستور وتحرضهم يودوا أطلقوا سراحة بكفالة كان مرتاح في السجن لا تعذيب باعترافها وبعظمة لسانها لا تعذيب لا طاق وينك تعذيب اللي اتحك عنها ورا ما كففولك ورا ما طقوك ورا ما ذبحوك ورا ما شققوك شققو قميصك الململ وينك ما سوفيك شي يالس وقلت تبيي اللابتوب ويأبو لك اللابتوب وسويت لك رسالة الوصايا العشر شنك المسيح وطرشت حق ولدك وولدك يقراها والامور ما شي عدلو لا يعني أبو عارفان شنه اللي صار اللي صار انه بعد فوق ذلك انك طلعت من المعتقل بكفالة وهذه شيء طبيعي وقانوني ودفع 300 دينار وطلعت تجعل تقول أول تصريح لك قلت في قناة العالم وقلت حق رابعك احنا بنحط التصريح اللي قلت حق رابعك ونفسه أنا بإذني والعالم كله وقناتك العالم الناس والعالم كله سامعينه وانت تقوله حق القناة الفارسية الصفوية حتى هو يقول حتى يا خي حق رابعك سوف يستمر أعرف أنت منه الطاغية من قبل طاغية أي طاغية وأنت تتمتع بكل ما يتمتع به السجين في أرقى الديمقراطيات العريقة أي طاغية نظام تعارف منه نظام الطاغية وفي وين لو أنت عند نظام طاغية كان وقفوك عند حدك وما خلوك تقول كلمة واحدة وانت داخل السجين قد شفته معتقل ويطرش رسائل ويستخدم اللابتوب ويتصل وكل شي هذي نظام طاغية تعارفه وين نظام الطاغية تعارفه زين كان اسجنوك واسلخوك لو كان نظام طاغية لو كنت تحكم من قبل طاغية كان ما أطلقوا سراحك بكفالة وبمبلغ زهيد نسبيا لو كنت تحكم من قبل طاغية ما أسمحوا لك بالاتصالات التليفونية مع هلك ما أسمحوا لك تكتب رسالتك ووصاياك العشر وتوصي رابعك فيها بعين قوية ومن داخل المعتقل أن يواصلون التخريب والتدمير والحرق والتكسير لو كنت تحكم من قبل نظام طاغية ما طلعت في أكثر من خمسين مسيرة غير مرقصة وما يقولون لك شي أيونك ضباط ويكلمونك بكل احترام وتقدير وكنت أنت تسخر منهم لو كنت في نظام طاغية كان قص صالصانك من هذا الكلام عرفت شلون أنت لو كنت في نظام طاغية مثل الطاغية الموجود في إيران كان طقوك بالجواتي مثل ما طقوك الروبي وما احترموا فيه أنه هو شيخ ورفيق من رفاق خميني لو كنت في إيران كان نسولك مثل سلطاني وقتلوك في الشارع وراح دمك غير لو كنت أنت في نظام طاغية كان نسولك مثل باختيار وانحروك هذا هو نظام الطاغية وتعرف لو كنت في نظام طاغية كان نسموك مثل طالقاني الشيخ طريق تعرف لو ما تعرفه لو كنت في نظام طاغية كانوا أقاموا عليك الإقامة الجبرية مثل شريعة مداري هذه هذه هو النظام الطاغية اللي تعرفه أنت عرفت شنون؟ لو كنت أنت في نظام طاغية لقتلوك في السجن مثل ما قتلوا مئات من شباب إيران في السجون الإيرانية السجون اللي بين قوسين يسمونها أنتو ثورة ويسمونها أهل خميني انقلاب أهل ما يسمونها في أدبياتهم انقلاب وأنتو تسمونها ثورة لو كنت في نظام طاغية لما سمح لك بأن تأتي بمحامين من داخل البحرين ومن خارج البحرين 52 محامي رافقوك أي نظام طاغية يسمح بدخول 52 محامي وافتخرت به جريداتكم الوسط واذكرتهم مو يايبها من عندي ولا من مخباي وأربعة محامين معاك وزيارات وتلفونات وكل شيء أي نظام طاغية تلقي الكلام على عواهنه بدون مسئولية لأنك تخدم أجندة أجنبية فارسية ولائية وتزعلون لما يقولون لكم خاينين يادبت عبدالنبي العكري ويشتكي ويقول يا أخي حرية تعبير خلي يقولون لك خاين ما فيه شيء حرية تعبير عندك شيء روح يشتك في نيابة قول فلهم قال عني خاين مو تروح تشتكي برع مو تروح تشتكي برع عند الأجانب ما تعرفون تحتمون إلا بالأجانب ما تعرفون تحتمون إلا بالمحتل هذي احتل دولكم احتل منطقتكم نسيتوه كنا نطلع في مظاهرات في البحرين وغير البحرين والوطن العربي من من المحيط الثائري من المحيط الهادري إلى الخليج الثائري شعارنا وإحنا يهال نابل المحتل يطلع الآن صار المحتل حبيبكم وصار المحتل ما تشكون خيط في إبريلا بأمره وصار المحتل لهو اللي تروحون تشتكون عنده وتبتشبتون عنده وتنددون وتشوهون بسمعة بلادكم سبحان الله انقلبت الآية حضر فوق لا سمحوا لنا ما بنمد يدنا بيد المحتل ولا تحطون عبدالعزيز الشملان يردد البعض منكم منتوا وين وين قامت عبدالعزيز الشملان الله يرحمه هذاك اللي تم 14 سنة هو عبدالرحمن الباكر في جزيرة سانت هيلانة ما مدوا يدهم للمحتل الأجنبي ولا صافحوا مو بانتوا اللي تدبتشون حق المحتل الأجنبي وتنقضون جوازه وتقعدون عنده وتأخذون فلوسه وتشتكون على بلادكم ما اشتكى عبدالعزيز على بلاده عبدالعزيز الشملان ولا عبدالرحمن الباكر ولا العليوات ما حد يشتكى على بلاده وهما في جزيرة سانت هيلانة التي نفئ إليها نابليون بونابرت نفس الجزيرة نفئو الإنجليز نابليون له ونفئو عبدالعزيز والعليوات والباكر اشتكوا على بلادهم راحوا حق الأجنبي ضعوا ضميرهم قالوا له سوى فيه النتشذي وسوى فيه النتشذي وسوى فيه النتشذي ولا كلمة ولا مدوا يدهم وارجعوا وعاشوا في البلاد العربية ثم صار عبدالعزيز الشملان سفيرا للبحرين في تونس وفي جمهورية مصر العربية هات انتوا لا تقارنوا نفسكم بهذه القامات السامقة الوطنية خلكم أقزام علاقاتكم وحق لفظ